السلام عليكم ورحمة الله. معي ايباد ميني خمسة. طبعا الجهاز في مشكلة في مدخل الشحن. اه محاولين يصلحوه ولكن مكسرينه من الداخل. راح نحاول نصلح الجهاز ما بعض باذن الله. طبعا في البداية اول شي نعمله. نحاول نرفع الحماية اللي تكون او الاستكارات اللي تكون على الكنكترات. عشان مدوا بتعملي مشاكل على الكنكتر. فنحط عليها شوية كحول او تنر. ونرفعها بالكامل. طبعا نجعله الجهة الثانية كمان. نرفع الا الاستكار اللي على الكنكتر. تمام. الان نجي على موضوع شوف هذا الكل شوفوا هذا الكنكتر كيف مكسوره من الداخل. معدوم مو بس مكسور. فاحنا حنحاول الان ان اه نغير المدخل. في البداية راح احط شوية وبعدين اه اخلط الارجل في قصدير 138. يكون خفيف. عشان يسهل عليه في موضوع فصل الكنكتر. تمام. بهالشكل انا خلطت الارجل مع قصدير 138. بعدين اجيب الآه اثبت البورد في الهولدر. واجيب الحرارة اللي هي تقريبا ثلاثمائة وخمسين ثلاثمائة وستين مع اه هوا خمسين ستين. طبعا انا مركب الفوهة الكبيرة وتكون الفوهة اللي هي مثنية ما هي مستقيمة. تمام? هاي البورد في الهولدر. بس نطلع الكاميرا. تمام? طبعا انا ما سرعت الفيديو في كل عملية الرفع والتنظيف والتركيب. اه انتظر على القصدير اللي ما يبدأ ينصهر لان هو مو بس اتصال القصدير في اه غرب. في اه ما بين الكنكتر والبورد. فاصبر انا عليه شوية لغاية ما يبدأ يتحرك معي. ما اسحبوه بالقوة مشان ما تطير معي الارجل. الراس اكبر راس انو مركب. تمام? بدا يطلع معي. على مهله. تمام? تمام. الشكل العام يبدو انو كل شيء تمام. ما في ولا رجل طايرة. فحنحط شوية فلاكس ونرجع نخلط وننظف من جديد. تمام؟ نجعل التنظيف. ما ادري ليش انا اشغال على هذا النوع من التبات. ما هذا اللي طلع معي. ولا في العادة استخدم نوع ثاني انا. لكن حنكمل عليه. تمام? هاي الارجل كلها سليمة. ما في ولا رجل طايرة. في عندي انا باقي الغراء وباقي الغراء وباقي الغراء. من المدخل القديم راح نشيله مع بعض الآن كمان. هنضف البلاكس اللي موجود. واشيل الغراء على الجنب. تمام؟ خلاص راحت. راح اللي قلوب. هنجيب المدخل ونوزن التنظيف المدخل. تمام؟ خلاص راحت. راح اللي قلوب. هنجيب المدخل ونوزن التنظيف اتجاه المدخل بحيث يكون النقطة العلوية اللي على اليمين. بمكانها مع المدخل والجهة الثانية اللي هي النقطة الاسفل اللي على اليسار. تكون موزونة بالجهتين. طبعا ما حينفع نركب على الهولدر. راح حط البورد على الطاولة. بعدين ابدأ في عملية اللحام. موزونة بالجهة اليمين. ايوهاي. بهالشكل هاد. مع الثانية. ونلحم. هنحط فلاكس في الارضية. تمام؟ بدون ما اكون انا حاط قصدير لاني هنحط قصدير على ظهر المدخل. تمام؟ نوزنه بهالشكل هاد بحيث يكون النقطة في مكانها صح. ولحم بس طرف واحد. بعدين امسح على مهلي. احط على راس الكاوي شوي قصدير. تمام؟ واوزن بهالشكل هاد ايوها ومتحد بهالشكل هاد. امسكه في صبعي. تمام؟ واحط طرف بس. خلص. كده خلص مسك معي. انا ابدأ احط فلاكس احط قصدير. وامسح على جميع الارجل. تمام؟ مسك فيه. كل الارجل صار فيه عليها نقاط اتصال سليمة. تمام؟ منتحد. خلص. تمام؟ تمام؟ اشتركوا في القناة طبعاً رح يأذن علي الظهر صلاة الجمعة فرح أترك الجهاز في الشحن وأروح وبعدين أرجع أمشي فترة الشحن لغاية ما أرجع من صلاة الجمعة ونشوف إن شاء الله يكون شحن هنا أنا خلاص الجهاز أرجعه في الجرم تمام الجهاز يشحن أركب شاشته واللمس والبصمة وحط في الشحن وهذا الجهاز ظهر إنه بدأ يشحن هنا أنا خلاص رح أسيب الجهاز لغاية ما أروح أخلص صلاة وأرجع طبعاً أبدل المدخل بس لأنه هذا تيستر عادي فأنا أركب المدخل شحن السريع على البيدي هذا هو الجهاز شحن وشحن نسبة عالية يعني ما شحن أي كلام لأنه طول في الشحن لين ما رجعت أنا من صلاة فهذا هو الجهاز هذا هو الآيباد شحن معي أنا فوق الثلاثين في المية بس بضح الصورة هذا هو الجهاز ضبط والحمد لله شحن تحياتي للجميع عباد مني خمسة مدخل شحن تحياتي للجميع أحوكم مسيح السلام عليكم وحمد الله